السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالعادة وستار دايما يا ترى حرف النهاردة هيكون حرف A علشان نعرف حرف النهاردة A لازم نفتكر آخر حرف أخدناه المرة اللي فاتت كان حرف A سمع حد عايز يجاوب برافو الحرف اللي أخدناه المرة اللي فاتت كان حرف L كان حرف L نطقه قلناه كان فيه light L وكان فيه dark L L تقيلة نقول L و L خفيفة اللي هي L طيب يا ترى بعد حرف L عندي حرف A نفكر كده نفكر طب تيجو نشوف يلا نشوف حرف النهاردة هو حرف ال M حرف ال M اسمه M M M وطبعا عارفين هنعمل ايه هناخد الحرف copy في النوتبوك ونكتبه علشان بعد كده نشوف شكله ال capital A وشكله ل small A يلا كده ناخد حرف ال M copy برافو ممتازين ونحاول بقدر ال M كان يبقى خطنا جميل ونروح لشكل حرف ال L capital حرف ال M capital وحرف ال M small اوكي capital M capital M ده شكل حرف ال M capital نقول capital M والشكل التاني هو الشكل small small M capital M capital M small M برافو حبيبي ممتازين نروح بقى للكلمات اللي بتبدأ بحرف ال M وطبعا ال Rd الشاي ده مستعجل انه هو يكون اول كلمة معانا حرف ال M بيديني sound M M M M اوكي عندي اول كلمة كلمة monkey monkey نقول monkey monkey اللي هو Rd ما نقولش monkey it's not monkey it's monkey اوكي نقول monkey برافو حبيبي وطبعا ما نفعش نتشاقى ونبقى زي المونكي لازم نبقى polite ومؤدبين وانا متأكدة انكم polite ومؤدبين برافو حبيبي نسيب المونكي الشاي ده ونشوف الكلمة اللي بعدها بحرف ال M هتكون ايه كلمة mouth 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 اوكي mouth يعني فم بقنا بنقول عليه mouth mouth نكرر الكلمة كذا مرة mouth mouth ممتازين حبيبي يقولنا التكرار بيعلم النطق الصح علشان كده نكتب ونكرر نكتب ونكرر تمام نروح للكلمة التالتة معانا الكلمة التالتة معانا هي حاجة بنشوفها في السماء كمان بنشوفها بالليل اسمها ايه يا طرى؟ اسمها moon moon it's moon moon يعني امر moon it's moon برافو حبيبي moon يبقى اخدنا monkey واخدنا mouth واخدنا moon نقول تاني monkey monkey mouth moon excellent very excellent ممتازين جدا حبيبي طيب دلوقتي هنروح لفقرة تانية مهمة في الفيديو وهي فقرة exercise exercise او التمرين علشان نراجع على الالفابت او الحروف اللي فاتت اوكي نستعد علشان ناخد الفول مارك اللي هي الدرجة النهائية كل سؤال عليه درجتين السؤال رأس السؤال او العنوان read and match read and match يعني اقرأ ووصل ازاي؟ عندي هنا حروف وعندي الناحية التانية سور حرف الكي مثلا هنشوف ايه الكلمة اللي بتبدأ بحرف الكي وهنوصلها هنوصل حرف الكي بالكلمة نفس الكلام جي ونفس الكلام اي اوكي فعندي حرف الكي يا ترى ايه الصورة اللي بتبدأ بحرف الكي عندي كي نقول كي برافو كي كينج كينج excellent طيب الحرف اللي بعده حرف برافو حرف الجاي جاي يا ترى ايه الكلمة اللي بتبدأ بحرف الجاي هي الكلمة اللي فوق ولا الكلمة اللي تحت برافو ممتازين ممتازين برافو جاي جيلي جاي جيلي excellent الحرف الأخير هو حرف ال-E والكلمة اللي بتبدأ بحرف ال-E هي كلمة elephant 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 excellent عندي بقى تكملة ال-exercise وعندي حرف ال-E I يا ترى ايه الكلمة اللي بتبدأ بحرف ال-E تمام كلمة ice cream I ice cream ice cream excellent lion حرف ال-L lion lion دي انا حلتها بقى انتو هتحلوا حرف ال-M اوكي حرف ال-M الكلمة اللي بتبدأ بحرف ال-M كلمة برافو mouth mouth تمام ممتازين حبيبي واخدنا الفول مارك في ال-exercise اللذيذ ده وبكده حبيبي يكون فيديو النهارده خلص ما ننساش نذاكر كويس ونراجع ونتقابل في فيديو جديد مع السلامة باي ترجمة نانسي قنقر